بسم الله ارتفاع السكر التراكمي جزء من الذي يصاب بمرض السكري قد يرى السكر التراكمي مرتفعاً وقد يرى إثناء الصوم إثناء الإفطار أيضاً السكر التراكمي قد يكون 7 أو 9 أو 11 قد يكون مؤشر ارتفاع السكر التراكمي التهاب في البنكرياس وأيضاً هو مؤشر عن ارتفاع السكر في الدم فوق 250 و300 لفترة طويلة رغم انخفاضه مع الأنسولين لكن السكر التراكمي يبقى مرتفعاً كيف نساعد على انخفاض السكر التراكمي؟ وهذا يساعدنا مع انخفاض الصوم الصائم المصاب بمرض السكري في شهر رمضان المبارك أول شيء الحركة والرياضة لا يوجد أي شيء يسمى وصفات أو أعشاب تأخذ وتخفض السكر التراكمي بالشكل منتظم ممكن ناخذ أعشاب أو وصفات تخفض السكر التراكمي لكن لفترة مؤقتة ثم يعود لا نستفيد شيء هو انخفاض مؤقت ولكن الانخفاض الحقيقي الرياضة لا يوجد أبداً لحرق السكريات المخزنة والانتقال لانخفاض السكر التراكمي ونتجاوز حتم الشعور بمرض السكري الذي يشعر به مريض السكري الرياضة اجرب الرياضة لكن ليس المشي فقط بل الرياضة الحقيقية المقاومة الأجهزة إلعب كل يوم لو 45 دقيقة لو نصف ساعة على الأجهزة وحط أوزان وإلعب وبعد ما تخلص روح سباحة أو روح أمشي أو أمشي بعدين في أي وقت لكن رياضة المقاومة لا مثيل لها في خفض السكر التراكمي والسكر الموجود في الدم العادي إذن رقم واحد الرياضة لا تصدق أي شيء يخفضه طيب غذائياً إيقاف الخبز الخبز الأبيض خاصة أو حتى الخبز البني أو غيره نخفف منه لحد الأدنى لكن أول 40 يوم نوقف الخبز الخبز يسهم في رفع السكر التراكمي ونخفض من أكل الرز والمكارونة أيضاً بس هذول فقط إن استخدمنا هذه الأشياء نحلل بعد فترة سنرى السكر التراكمي قد انخفض لا ننسى أن الصوم مع الرياضة والنشاط يعطينا نتيجة كبيرة أنصح في شهر رمضان مارس الرياضة قبل الإفطار بساعة نصف ساعة خذ قبل الإفطار مارس الرياضة واذهب إلى البيت لكن لا تأكل حلويات وسكريات ابتعد وخفف الرز وخفف الخبز والمعجنات لكن مارس الرياضة يومياً الرياضة المقاومة وامشي بعد صلاة الترويح امشي امشي مدة ساعة وانظر إلى السكر التراكمي كيف يكون إذا زاد السكر التراكمي يصبح خطر على الإنسان خطر على المخ خطر على التفكير خطر على الأعصاب خطر على الحد العامل الجنسي خطر على الإنجاب خطر على الحركة خطر على التفكير خطر سكر التراكمي نصيحتي أرجوكم تسمعوا الرياضة فقط وتخفيص بعض الأطعم التي ذكرتها لوجه الله أنصحكم شكراً لكم والسلام عليكم